السلام عليكم المتتابعات نتمنىكم تكونوا بخير ولا خير ورقاكم هذا الفيديو إن شاء الله في أحسين الأحوال إن شاء الله كما ترون هنا في هذا الفيديو كاشير منزلي بطريقة سهلة صراحة يجي غزال نتمنى منكم إن شاء الله تجربوا فيديوكم إن شاء الله يربو تردوا عليه في التعليق صراحة يجي غزال باش تفادوا وقع تشري ودك دي لزنقة صراحة لي ما كان عرفوش مناش كي تطابع تقدروا توبوا الوليدة تكون في الدار وطريقة سهلة وبشي حاجة لي صحية ما فيهاش شبزة في دي المكوينات هنا كي ما كاتشوفي عندي هنا في المقادير عندي جوج بيضات كاس مع مرش ديال الزيت كاس ديال الروز اللي فيتليه طيب تعني سلقتو وكاس ديال السميدة السميدة رقيقة وثلسة ديال فرماجات وعندي واحد كنور ديال بقري وعندي واحد معلقة كبيرة ديال تحميرة عندي واحد معلقة مع مرش ديال كامون نص معلقة ديال البزار والملحة وعندي واحد يعني واحد راسي كا ديال تومة غير واحد كافي ممكن تزيدوا الهريسة إلا كنتو قد تفضلوا شوي هذا الحر ممكن تزيدوا الهريسة هنا غاد نسبق ذاك البيض ديالي كما كاتشوفو غاد نزيد علي ذاك الزيت وغنزيد حتى ذاك يعني تاديك المكوينة تكون لهم يعني فرماج نستديك العطرية وغنزيد 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 ممكن تستعملوا الهاشور ولا ممكن تستعملوا كرين وغنزيد طراحة ما فيش بزاف ديال المكوينات كما كتشوفو بعد ملح فرماج و البيض والزيت غنزند خطط جانسو اللي قاعدو كما كوينات دابا غنزيد عليهم داك الكاس ديال الروز وغنعود ما زال نطحن يلا كنتو غد ديرو في طحال يداوي محسن يعني كتلحو كل شي دقة وحدة هنا من بعد ما طحليا داك الروز غنزيد علي داك الكاس ديال السميدة انا غادي نعون مولينيكس بشوية ديال التخلاط ثم كما كتشوفو بحالة كنحرك شو بنمعي القاعدة يجانسو اللي ادوك المكوينات عد كنطحن حتى كفش كيكو الخاليط تقيل علام مولينيكس ما كتبغش تحنو لينا مزيان ثم كما كتشوفو غاكت طحنو انا ما زل عاوتاني غادي نحركها عاوتاني شوية عاود نطحنها صافي حتى كنحسب دوك المكوينات ديالي باللي تطحنو ليمزيان انا غادي نجيب السولو فان كما كتشوفو ونقطعو بها الطريقة وغا نزيد الاخر عاوتاني بحلقتي غا نجيب النصف ديالو وغا نقطعو ساوا باش نقدر نكوب فيه ذاك الخاليط ديالي ننتو ما يعني الفيديو فيه كل شي موضح بها الطريقة نكوب في ذاك النصف الخاليط ديالي ونصف غا نخلي عاوتاني حتى انا عاود لي بحالها يعني هاك نعاودوها كاف السولو فان يعنتو ما كما كتشوفو كالحاول نلوي بها الطريقة غادي نحاول لي دوك الجنيبات حاولو ما تزيروش بزاف باش يلقى ذاك البيض فيني يعني فاشكة طيب لنا ديك سميدة فاشكة تنفخ لنا ما ذاك البيض ما الروز اصلا هو طيب يلقى فيني يعني يلقى ذاك سميدة فين غا تنفخ لنا مزين هي والبيض غا نعاود الكيمياء اللي بقات لي بنا بس طريقة نصراح هزرب شوية الفيديو واني كل شي فيه موضح انتو ما كما كتشوفو غادي نحط ديك الكيمياء أو تاني ديك الكيمياء اللي بقات ليه بها الطريقة وغادي نرولي بنا بس طريقة باش رولي تلولاني وغادي نعقد لي دوك الجنيبات نعقد اللي بات هنقدوه مزيان باش ميت تحلوش ونصفها غادي نقس لهم شوية المهكة نقس هكا شوية دوك الجنيبات هكا بالموس وغادي نزيد اللي بهم في هكا بالموس الاليمينيوم بهذه الطريقة سوف نضع الأخرى بنفس الطريقة نتمنى منكم ان شاء الله تجربوا و تردوا عليه ان شاء الله يربي في التعليق لا تنسوا ان شاء الله يرغبوا و شكرا لكم على التعليق هنا عندي واحدة جميلة فيها الماء سوف نضع ماء بجوج بهم و يمكن أن نضعوا فيكسكاس أو كوكوت و ممتوا من اللي حبيتوا سوف نضع القميلة 45 دقيقة 45 دقيقة بالضبط كافية يبنى و لا يرمو سوف نضع الماء بجوجة سوف نضع بجوجة فرصة بعد ذلك أعرفهم أن يتجربوا كما تردوا فاستا كي يبرد عاد كتشوفو يعني عاد كتا تقدرو تخطعوه وانتم كما كتشوفو صراحة كي يجي غزال يكدر وليداتكم بصوندويت صراحة كي يجي غزال تمنونكم ان شاء الله تجربو يا ربي وتردو علي ان شاء الله في التعليق وهذا هو الفيديو ديالنا دياليوم تمنى ان شاء الله يعجبكم وخليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة